السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتمنى من الله ان تكونوا بخير وبصحة جيدا يريد بالنزلكم من تسجيل تماما اشتراك في القناة واتفعيل زر القرص اتمنى بلايك عشان يوصل لكم اليديد والان وفيكم بحسام وفي حدث خمس عوامل تؤدي الى انسداد الشرين التاجي نفى الدكتور حسام وفي استاذ الحالات الحرية في كل الطب قصر العيني موجود اي علاقة بين الاقلاع عن التذخين وارتفاع مستوى الكوليسور في الدم وخلالها تقييمه برنامج رب زدني علما على قناة صدى البلد اكدا موفي ان العوامل التي تؤدي الى انسداد الشرين او الشريان التاجي تشمل التذخين التاريخ الوراسي للمرض مستوى الكوليسترول ارتفاع ضغط الدم ومرض السكن واضف ان هذه العوامل الخمسة تمثل اكبر المخاطر التي تؤدي الى انسداد الشرين التاجية مردفا المدخن يشرع بالشبع بصورة سريعة لان المعدة ممتلى بالهواء الناتج عن التذخين واكمل قائلا اذا كان الشخص يعاني من اي من هذه العوامل الخمسة فانه يكون اكثر عضة الاصابة بنسداد الشرين التاجي ووضع حسام موفي ان هناك اعتقادا خاطئا لذي البعض يفيد بان الاقلاع عن التذخين يؤدي الى زيادة الوزن مؤكدا ان هذا غير صحيح لان السبب في زيادة الوزن يعود الى الاقلاع عن التذخين بل الى ان الهواء الذي كان يدخل الى المعدة اثناء التذخين لم يعد موجودا ليحل محله الطعام وبهذا قد افرناكم بحسام موفي يحدد خمس عوامل تؤدي الانساد للشريان التاجي لا تنسوا الاشتراك بالخناة تفعيز زر للقرص والسلام عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة